قوتي انا ادخل معاك في فقرة اسمها العصفورة قالتلي ماشي والعصفورة النهاردة في البرنامج جابتلي ليك ثلاثة اسرار عنك حواجهك بيه ومعاوز منك الحقيقة ماشي ما بكتبش والله طي العصفورة قالتلي انك انت اشتغلت حاجات كتير قوي قبل ما تبقى ممثل ونجم ناجح ومشهور ايه الشورانات التلاتة اللي انت اشتغلتها لأ تلاتة قول كل حاجة انا اشتغلت اشتغلت في المحارة اشتغلت في السقف المعلق اللي هو الجيبسون بورد والحاجات دي اشتغلت في كافيهات كتير ومطاعم في مولات وبرة مولات اشتغلت في النقاشة اشتغلت في النقاشة اصلا انا ومصطفى خاطر وحمد المرغاني يعني بس مصطفى خاطر كان هو اللوستة يعني كان هو وانا وحمد المرغاني هو بيصنفر وانا بيعتبر بدهن مع مصطفى خاطر يعني يعني كنت شوية مترقع عن حمدي في الشغلان دي يعني بما أني خبرة روحت قبله بيومين أو حاجة فعملت نفسي خبرة عليه وأنا مش خبرة ولا حاجة فلا اشتغلت كتير في حاجة كتير الحمد لله إيه حكاية جريمة القتل اللي أنت كنت هترتكبها عشان كيس بطاطس ده دي في العيد أنا كنت في العيد دايماً زي أي أم بتبقى عاملة ترمس وسوداني اللي هي الحاجات بتاعة العيد وكحك وبسكوت فإيه شايفة أنه أنت ربنا مرديك وكرمك من واسع يعني فإنت ليه محتاج عدية هي دي بتبقى الخناء ودايماً الطفل بيبقى محتاج العدية بعد صلاة العيد لأنه ده الوقت اللي بتجيب فيه مسدسات خرز وبتجيب فيه بومبو يعني الدنيا بتبقى بتولع هي بقى إيه كانت بتلعب لعبة أمي بقى كانت تعمل إيه تقول لي استنى هتاخد العدية لما أبوك ييجي من الشغل لأن أولدي كان بيشتغل في العيد فكان بيجي الساعة 3 العصر فالعيد خلص خلاص العيد خلص خلاص بس هو كان فيلم أمي تاب بشام بييجي الظهر بنقعد نتفرج عليه حد ساعة 12 بالليل لقى إنه كان بيبقى طويل طويل خلاص فالعيد خلص يعني مفيش حاجة خلاص فهي كانت بتلعب اللعبة دي دايماً فكرة إنه الساعة 3 العصر لما بوكي فأنا طفل وفي العيد والساعة يعني 6-7 الصبح صلينا العيد وعايزين نلعب بقى وأنا معايش عدية فكنت بقى تصرف بقى يعني اللي بيلعبوا بومبل مثلاً أجري أشوف البومبل اللي ما فارقعش وأعمل الكيس كده واحدة واحدة لحد ما جمع كيس ما فارقعش فألعب به واحد معه مسدس فجربوا شوية ففيه مرة في عيد منهم كنت نفسي جداً كان معاش بسي ماشي؟ وأنا عايز تشطى ولمون ده بحبه جداً فمش معاه فلوس فقلت له هات واحدة لطفل معنا يعني في الشارع فقال لي لا مش هديك قلت له هات واحدة بقولك وعملت نفسي صائع وأنا مبلا صائع ولا حاجة أنا جلبان فقال لا مش هديك فرحت عامل إيه؟ لقيت ابن عمته إيه معدي في الشارع كده أنا معرفش ليه كبرت الموضوع برضو رحت إشاني ابن عمته كده قلت له لو مدتني الشبس هموت لك ابن عمتك يعني أنا صعبت الدنيا علي أصلاً حتى فهو رح قال لي لا مش هديك ورح عامل إيه بقى وأنا ماسكه كده رح هو ماسك زلطة كبيرة قوي كده ورح هدفها فوق فأنا قال يعني بالزكاء عشان خاطر ما ما تجيش فيا فسبت ابن عمته فأنا ببص كده رح تنزلت في نص دماجه هنا حتى أنا عندي خرم الحد دلوقتي لسه موجود في نص دماجه هنا هي نزلت في نص دماجه كده ولاقيت حاجة بقى إيه سقعة كده نزلت عليها مفيش كانت بعد صالة العيد بخمس دقيقة مثلاً والعين طلعت كلت علقة بقى معياتش تاني بعد أصل انت كنت شاية جداً والله قالت شاية عشان تبني حكاية الترينج اللي انت إسه محتفظ بيه من فداي ما هو بقى الترينج العيد ده هو أمي كانت عندها اعتقاد دايماً إنه العيد يعني ترينج مش مقتنعة بفكرة إنه ممكن نلبس فيها أميس وبنطلون هي كانت شايفة إنه الترينج ده ينفع في العيد وينفع في البيت وينفع في الشتة وينفع في كل المناسبات يعني وكانت بتجيبه كبير جداً جداً يعني الجاكت أصلاً بتاع الترينج كان تحت الرجبة هنا يعني ماشي على السنة أصلاً يعني الحد هنا كانت والبنطلون بتاعه طويل جداً لدرجة إنه ممكن تتني الحد هنا أصلاً رجليه وهي تقول أصلاً أنت في سنة بيكبر فحرام هي تلبسه وينفعك عشان سنين قدام في واحد فيه أمني في أيني الحد ما اتجوزت يعني بدل معايا الحد ما لو دا ولا إيه لا 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 لا